من حيطان السجون يموت المعتقلون والمخفيون قسرا ألاف المرات خشية تفشي وباء كورونا في البلد الأفقر بالجزيرة العربية وضع ترجمته منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها إلى تحذيرات تستبق تفشي الفيروس المتسبب في فوضى عالمية لم تصمد أمامه أنظمة صحية متماسكة في معظم دول العالم التي لجأت بدورها للإفراج الفوري عن السجناء لا يوجد نظام صحي في اليمن يمكنه التعامل مع الكارثة المحتملة ويسوء الوضع في السجون والمعتقلات المفتقرة أساسا في الظروف العادية إلى المقومات الصحية اللازمة وهو ما يهدد وضع السجناء تحتجز ميليشي الحوثي وقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والقوات التابعة للحكومة الشرعية المئات من السجناء والمحتجزين الكثير منهم يعاني من مشاكل صحية كبيرة ومعقدة لا تحتمل أي تفشي جديد للأوبئة هذا الوضع جعل منظمة سام تؤكد على ضرورة أن تبدأ أطراف الصراع في الإفراج عن المعتقلين قبل تفشي الوباء الذي صنفت منظمة الصحة العالمية بالوباء العالمي تعود المنظمة للتحذير أكثر بأن الوضع في اليمن ينذر بكارثة حقيقية في المقابل كان السجناء يحثون ذويهم على التوقف عن زيارتهم في السجن ومراكز الاحتجاز تشير المنظمة إلى أن الوضع الحالي للمعتقلين لا يجوز أن يخضع للمزايدات السياسية أو الحسابات التفاوضية وإنما فقط للجانب الإنساني والدعوة هذه المرة لم تقتصر على أطراف الصراع بل انتدت إلى اللجنة الدولية لصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية للتحرك العاجل لإنقاذ المعتقلين ويبدو أنه من الصعب أن تسجيب ميليشي الحوثي والقوات الموالية للإمارات لهذه الدعوة وما يحضر أمام السجناء تلك المشاهد التي خطفت أرواحا منهم قبل عامين بسبب وباء الكوليرا وهو وباء قد يكون أرحم عليهم من نظيره المسجد كورونا ترجمة نانسي قنقر